بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تمعنا الصلاة إلى هذه الآية العظيمة من آخر سورة الزمر فيقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرهوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيب إلى ربكم وأسلمون إلى آخر الآيات فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس لمن تاب إلى الله قبله الله وغفر له ولو كثرت جنوبه وعظمت خطاياه قوله تعالى يا عبادي هذا فيه اللطف من الله سبحانه وتعالى مع كونهم أسرهوا على أنفسهم للذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه يناديهم ويقول يا عبادي فهم لم يخرجوا أن كونهم من عباد الله سبحانه العبودية الخاصة أما العبودية العامة هذه يدخل فيها كل الخلق عباد الله جل وعلا يا عبادي الذين أسرفوا أي أكثروا من الذنوب والمعاصي لا تقنطوا من الرحمة الله لا تسبب لكم كثرة الذنوب والمعاصي القنوط من الرحمة الله فتظنوا أن الله لا يقبل توبتكم بل الله جل وعلا يقبل التوبة مهما كان التائب يقبل توبة الكافر قل للذين كبروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويقبل توبة العاصي من المؤمنين ولو كذرت ذنوبهم فإن الله يغفرها جميعا إذا تاب إلى الله توبة صحيحة والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب فلا يجوز للعبد أن يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله قال تعالى وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُّونَ وقال سبحانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ما أن الأمن من مكر الله وأن الإنسان يتمادى بالمعاصي ويعتمد على الرجاء ويقول الله غفور رحيم ويتمادى في المعاصي فهذا أيضا كبيرا من كبائر الذنوب قال تعالى فأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فالمؤمن يتوب إلى الله عز وجل وإن كثرت ذنوبه والمطيع لا يأمن من أنه ينحرف وأنه يعصي فليخاف من الانحراف خاف من الفتن خاف من الشرور فيحاذر الفتن ويبتعد عنها ويحذر من الذنوب والمعاصي هذا منهج المسلم أنه يكون بين الخوف والرجاء يرجو رحمة الله ويخاف من عقاب الله لا يرجو فقط حتى يأمن من مكر الله ولا يخاف فقط حتى يقنط من رحمة الله فليكون خائفا راجيا كما كان الأنبياء يخافون الله ويرجونه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يفتغون إلى ربهم الوسيلة أيه مقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فالتوبة تجب ما قبلها إذا كانت توبة صادقة والتوبة معناها الرجوع إلى الله الرجوع إلى الله وإلى طاعته وذلك بأن يندم على ذنوبه وأن يتركها ويقلع عنها وأن يعزم أن لا يعود إليها وإذا كانت المعصية فيها ظلم للناس التعدي عليهم فلابد أيضا أن يرد إليهم حقوقهم ومظالمهم وأن يطلب منهم المسامحة هذا هو التائب حقا وكل ما تكررت الذنوب تتكرر التوبة كل ما عصى الله تاب والذين إذا فعلوا فاحجة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فالله جل وعلا يدعونا إلى التوبة ويرغبنا فيها ويعيدنا بأنه سيتوب علينا إذا توبنا إليه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم احتدأ هذا ربنا سبحانه وتعالى رؤوف الرحيم يدعونا إلى التوبة وهو ليس بحاجة إلينا لكننا نحن والمحتاجون إلى توبته فمن لطفه بنا أنه يدعونا ويرغبنا في التوبة ويعيدنا أن يستجيب لنا آل من كرمه وجوده وإحسانه وإلا فهو غني عنه توبنا أو لم نتوب ملكه تام لا ينقصه شيء ولكن من رحمته بنا أنه يدعونا لمصلحتنا ويأمرنا بالتوبة من الذنوب ويعيدنا بالمغفرة من أجل مصلحتنا نحن فعلينا أيها الإخوة أن نتذكر هذا أولا على المسلم أن يبتعد من المعاصف ويبتعد من الفتن مهما أمكنه ذلك ولا يزكي نفسه ويقول أنا ليس علي خوف أنا أعرف الحق وأنا أعمل الصالحات وأنا مطيع لله ثم يغامر بنفسه في مهاو الفتن والشرور هذا من الغرور والعياذ بالله لكنه إذا وقع في المعصية فلا يقنط من رحمة الله قال صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون فالباب مفتوح الله جل وعلا فتح باب التوبة ولا يغلق حتى تخرج الشمس من مغربها في آخر الزمان فباب التوبة مفتوح لكل الناس ولكن هذا بالنسبة للعموم أما بالنسبة للأفراد فإن باب التوبة ينتهي عند حضور الموت عند غرغرة روحه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي تبلغ روحه الغرغرة تبلغ الحلقوم فحينئذ لا يقبل منه توبة الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول سبحانه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هذا من لطفه سبحانه وتعالى فتعرض هذه النفحات وقم من آخر الليل وصل ما تيسر لك من التهجد واختمه بالوتر ثم استغفر اشتغل بالاستغفار حتى تحبر صلاة الفجر لتكون من المستغفرين الأسحار ومن الذين قال الله عنهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فلا تنسى نفسك أيها المسلم لا تنسى نفسك وتنسى ربك وتكون من الذين نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم وفق الله وفق الله الجميع لصالح القول والعمل وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أذنبوا استغفروا وإذا أعطوا شكروا نسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على الدين الحق والصراط المستقيم وأن يتوفانا وإياكم والمسلمين توفانا على الإسلام غير مبدلين ولا مغيرين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أشكر الشيخ على هذه كلمة القيمة والمباركة وأسأل الله الجلس السجد أن يضارك بخير ومثيل عمره ومفقاعة ونتقل إلى الأسئلة هذا سائم يقول توسع كثير من الناس بقولهم الإداية من عند الله فبعض هو التوفق عن التسجيل والوعظ والأمر بالمعروف وأنهي عن المنفر بحجة أن الهداية من عند الله حفظ لو بينت المصدود الهداية من عند الله وهل بينهما تناقض مع الأمر المعروف وأنهي عن المنفر وإذا مصباح نعم الهداية بيد الله هداية التوفيق هداية التوفيق بيد الله أما هداية الوعظ والدلالة والإرشاد والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر فهذه بأيدينا هذه مهمة الرسل ومهمة الدعاة لله عز وجل أنهم يهدون الناس للحق ويبصرونهم ويعظونهم ويذكرونهم هذه أسباب أسباب للهداية التي في يد الله فالله جل وعلا إنما يمنح الهداية في القلوب يمنحها لمن فعل السبب وبدل السبب أما إنسان يتمادى في المعاصي ويقول الهداية بيد الله هذا احتجاج باطل الله جل وعلا أمرك أن تتوب أمر العلماء أن يذكروا وأن يعظوا وأن يدعوا الناس هذا الذي أوجبه الله علينا وأما الهداية هداية القلوب وقبول الحق فهذه بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ولكن الله قال برسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني هداية الدلالة والإرشاد والموعظة والنصيحة هذه يملكها الرسول ويملكها العالم يبين أن يدعو أن يرشد أن ينصح وهي سبب لحصول الهداية في القلوب والأمور مربوطة لأسبابها نعم فعله محرم ويأثم عليه أما وظيفته إذا قام بها على الوجه المطلوب وأدى العمل على الوجه المطلوب فإنه قد أدى ما عليه ولكنه يأثم على تزويره وعلى كذبه يأثم على ذلك فعليه أن يتوب لله عز وجل وأن يقوم بالعمل الذي تولاه على الوجه المطلوب نعم توبة النصوح توبة النصوح توبة النصوح هي التوبة الخالصة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح يعني خالصة ليست توبة باللسان فقط أو استغفارا باللسان فقط مع الإقامة على الدنوب والمعاصي هذه لا تنفع التوبة النصوح هي التوبة بالقلب والتوبة بالفعل والتوبة باللسان لا بد من هذه الأمور نعم الله عليكم أقول أنا كثير في استهجاب القرآن وأتوب دائما أحد تقبل توبتيه نعوذ بالله من ذلك صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله 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 شرط شرط الثالث أن ندم على ما حصل منه يندم كل ما تذكر هذا الزم فإنه يندم على ذلك هذا دليل صدق التوبة وإذا كانت التوبة بين العبد وبين الناس في حقوقهم ومظالمهم فينضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع وهو أن يرد المظالم إلى المظلومين وأن يطلب المسامحة منهم نعم الله لكم يقول السؤال أني أخذت من شخص المال وهو لا يدري ثم تدر إلى الله وأرجعت له المال وهو لا يدري فهل فعلي صحيح نعم فعلك صحيح بعض الشيء لأنك قديت المال لكن بقي المسامحة تطلب منه المسامحة لأن يجب عليك أمرا أولا رد المظلمة إلى صاحبها والأمر الثاني أن تطلب منه المسامحة عما فعلت وتعترف له بما حصل نعم الله ليس يقول عفقت والدي وأشعر بالندم العظيم على ذلك ولكن قد توقفي أحدهما وماذا أسعر وماذا تؤمنهم إلى شك أن عقوق الوالدين من أعظم الكبائر بعد الشرك ولكن لا يمنع هذا من التوبة تتوب إلى الله عز وجل وتحسن إلى والديك وإن كان ميتين وذلك ادعى لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما الحج والعمرة فتهدي لهما من الأعمال الصالحة ما ينفعهم الله به قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية تصدق عن والدك الذي عققته أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ادعو لوالدك الذي عققته في حياته ادعو له وأكثر له من الدعاء تصدق عنه إذا كان عليه ديون سددها عنه وأبرئ ذمته ألا من البر بعد وفاتهما نعم الله يقول أتأخر عن خضوري للدوام وأقصر القيام بعمل وأشعر بالذنب فهل تخرج شيئا من المال فضحة مقابلة تقصيري أماذا لا يقف أنك تشعر بالذنب لا بد أنك ترجع عن هذا العمل فتحضر وقت الدوام من أوله إلى آخره إلا إذا كان لك عذر شرعي يسمح النظام به فلا بس أما أن تتأخر من باب عدم المبالاة والتساهل هذا أمر لا يجوز عليك بترك هذه الخصلة أن تحضر وأن تؤدي العمل وما فات وقد حصلت على دراهم وأنت لم تؤدي العمل أنك تتصدق أو تتخلص من هذا المال بإعطائه للفقراء هذا عن الماضي أما أنك تستمر تقول إن ذهب تسميحهم أن يحمل نزاع من شباب وماذا توجدون ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا ترتب على إخبارك من اغتبته أنه يغضب عليك أو أنه لا يسامحك فإنك تعدل إلى أثنى عليه وادعى له تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها تدعوله وهذا إن شاء الله يرد عليه حقه نعم أنتم سمعتم أن من شروط التوبة الندم على ما فات الندم بالقلب أما ذكرها لا وذكر الذنوب التي حصلت هذا غير مشروع بعد أن اكتبت إلى الله فالله يغفرها ولا حاجة إلى ذكرها الله يعلمها الله يعلمها ويغفرها لك فلا تذكرها إنما المطلوب الندم في القلب على ما حصل بدون ذكر لها نعم صلى الله عليه وسلم يقول سؤالي هو أني أنا شخص أسمع غنى وأعطي الله خلوات وكلما أردت ثوبة ضعفة تمتني فلماذا تبصحني بلجاة الله تمرارك على سماع الغنى والمزامير والمعازف يسبب لك شرورا كثيرا فعليك أن تترك سماع الغنى سماع المعازف والمزامير تبتعد عنها لأنها تسبب لك وتجر عليك معاصٍ أخرى وهي السبب في وقوعك في هذه الأمور فإيكسنبها وابتعد عنها ما يكفي أنك تستغفر وأنت مقيم على الذنب لا تتركه أو أنك تعمل الأسباب التي توقعك في الذنب ما يكفي هذا فإترك الذنب تركا نهاييا وابتعد عن أسباب التي توقعك مثل سماع الغنى مثل النظر إلى ما حرم الله مثل الاختلاق مع الفساق مجالسة الفساق مهل النظر في الشاشات والفضائيات الهابطة كل هذه أسباب للوقوع في المعاصي فتجنبها وابتعد عنها مع التوبة إلى الله عما حصل وسبق منك نعم صلى الله إليكم يقول ظهر وعراض في الآوينة الأخيرة يستضافون بالمحاضرات وفي قتال المحاضرة يتكلم ويقول من يأتي ثائر الآن لأكدى مبلغا من المال ولكن على هذا الثائر أن يأتي بذليل على سلطة توبتة وبعد يأتي بعلب الثلقان أمام المحاضر وبعد يأتي بأسرق الغناف وحتى أنه أدى أحد السحرة وأعلن ثربته وسؤال هل هذا الأسلوب مباح أم لا هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطة وأيضا هذا من المجاهرة بالمعصية أنك تأتي لأوعية المحرم وتأتي للأشياء وتقول هذا من باب التوبة الله ستر عليك فلماذا تفلح نفسك هذا من التكلف والواعظ الذي يقول هذا هذا مخطئ المطلوب الستر والمطلوب الرجوع إلى الله عز وجل والتزام التوبة الصحيحة بدون أنك تعمل هذه الأعمال الله ما أمرك بهذا الرسول ما أمرك بهذا رسول ما طلب من التائبين أن يأتوا بأشياء كانوا يفعلونها ما طلب منهم هذا ستر الله عليهم فيسترون على أنفسهم نعم أصحاب الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة عليهم بالمبادرة بالتوبة والرجوع إلى الحق وترك وترك التمادي في الباطل والخطأ والمكابرة قبل أن يموتوا وهم على ما هم عليه فيندموا حين لا ينفع الندم علينا جميعا كلنا مخطئون وكلنا مذنبون وكلنا عرض للخطأ لا نزكي أنفسنا فعلينا التوبة جميعا إلى الله قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم الله بإذنها بتاء المؤمن ما معنى هذه المقولة إن استغفار ما يحتاج من استغفار ما معنى قالها بعض السلف يقول الاستغفار باللسان من غير حقيقة وإنما هو باللسان يحتاج الاستغفار لأنه ليس استغفارا صحيحا هذا يقصد به الذي استغفر بلسانه فقط ولا يترك الذنوب والمعاصي ويحتاج لاستغفار جديد استغفار صحيح نعم الله بإذنها أقول حضيرة بشيء قد منى الله علي احتقام أنا شاب أعزب ولم أستطع الزواج لغلاء المهور عند عائلتنا وأواجح الشاج وقت أقع رحيانا بما يسمى العالة السلية ثم أتوب وأقع بعد فترة وأنا طائف وحزين تجاه الأعقاب لي وما نصحتكم لي قال الله سبحانه وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من غض يستعفف ويصفف ما قال يعمل العادة السلية قال ليستعفف والعادة السلية لا تجوز لأنها استمتاع بغير ما أحلى الله الاستمتاع إنما يكون في في عقد الزواج في الزوجة أو في ملك اليمين الذي ملكتهم والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك فأولئك هم العادون ومن ذلك العادة السرية فإنها استمتاع في غير ما أحلى الله فعليك بالاستعفاف عليك بالصبر هو أجد في الطلب طلب الرزق والاكتساب من أجل أن تتزوج ولو وجدت من يقرضك ويساعدك فاقتلق من أجل أن تعف نفسك وتسدد له فيما بعد اسع في أي سبيل يمكنك أن تتزوج وتوكل على الله سبحانه وتعالى أمر آخر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الصوم يضعف الشهوة فعليك بالصوم صوم التطوع أكثر من الصوم مع الاستعانة بالله سبحانه والاستعفاف وغض البصر والبعد عن الفتن المثيرة كالنظر لما يثير شهوتك من النظر في الأفلام الخليعة في الشاشات الخليعة والقضائيات في الصور الخليعة في المجلات أو غيرها النظر إلى النساء السافرات ابتعد عن هذه الأمور من أجل أن يحفظك الله من الوقوع في المحلوح نعم صلى الله عليه وسلم يقول يقوم بعض الضعاء بوعد الصلاة للغاقرين ودعوتهم ويذكر هذا داعي عن نفسه بعض ما كان يفعله بالمجلات ومحرمات وتباهة خبت البتر فما خطي ذلك والذات الله وقال هذا أجبنا عنه وقلنا لا الله ستر عليك وليس هذا من باب الدعوة أنك تذكر المعاصي ربما يكون هذا من المجاهرة قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين ذكرك للمعاصي التي وقعت فيها هذا لم تؤمر به شرعا عليك أن تستر نفسك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان وهو نتيجة للجهل لأن بعض الناس يتكلم وليس عنده علم على أسف أن يقع في مثل هذه الأمور نعم أحمد الله برئيكم يقول معالي الشيء سؤالي هو هل التوبة هي الاحتمام بالظاهر دون باب السماء والقاف عند كثير من الناس معتم الإجابات أن التوبة لا تكون بالظاهر فقط باللسان فقط توبة تكون بالقول وبالفعل والاعتقاد المسلم يتوب إلى الله توبة نصوحة خالصة لله عز وجل صادقة توبة صادقة ليست توبة الكذابين والمرائين والمنافقين بل تكون توبة صادقة باللسان وبالقلب وبالعمل أيضا للذين تابوا وأصلحوا مع التوبة يصلح عملة أما أنه يتوب باللسان ولا يصلح عملة هذه توبة غير صحيحة نعم الله إليكم يقول كيف الجنر بين قوله تعالى من الله نصر الظنوب جميعا الآن وبين قول العلماء لا تقبل توبة من سب الله أو تقبل رسول صلى الله عليه وسلم ومن تكبر مجدده أو الساحر ونقل تعارو بين ذلك فالذي يستهزي لله وبالرسول هذا يقتل يقتل ولا يستتاب لأن هذا من إقامة الحد والحد لا يسقط لكن إذا كان تاب فيما بينه وبين الله فإن الله يقبله وأما نحن فنقيم عليه الحد لو أن الزاني تاب قبل أن يقام عليه الحد لا يسقط الحد إذا تقرر لا يسقط يقام الحد وإذا كان صادقا في توبته فإن الله يغفر له فنحن نقيم الحدود على من يستحقها ولا يمنع هذا أن يكون تائبين فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى نعم الله لذلك يقول معكم إغاد أصص التائبين مع إضافة مواقف فيها كذب ليزال أثرها على السامعين ولتكون أبلغ في الله الكذب لا يجوز والذي يدعو إلى الله لا يكذب كيف يدعو إلى الله وهو يكذب هذا لا يجوز والله جل وعلا أغنانا عن الكذب بما في القرآن والسنة من الحث على التوبة والترغيب فيها فنحن نحث الناس على ما في الكتاب والسنة ولا نأتي بالكذب فإنهم إذا علموا وسيعلمون أن هذا كذب فلا يقبلون موعظتك ويستهترون به ويقولون هذا كذب ألزم الصدق يا أخي حتى القصص التي لا أصل لها وهم منكورة ومكتوبة بالكتب لا تذكرها إذا لم تثبت لا تذكرها ولهذا نهى العلماء عن الاستماع أو تمكين القصاص القصاص الذين يقصون على الناس ويأتون بالقصص ولا يتثبتون فيها العلماء كانوا يمنعونهم لأن لا يروج الكذب عند الناس ولأن لا يشوه الدعوة والوعظ الدعوة تكون بالصدق بالكتاب والسنة بسيار الصالحين والتائبين إلى الله سبحانه وتعالى الله أغنانا بالصدق عن الكلم وأنا أحذر الدعاة من أن يتساهلوا في الكلم ويقولون هذا للمصلحة لا لا يتساهلوا في الكلم أبدا وإنما يقول كلمة الحق من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم ومن سير الصالحين والتائبين إلى الله عز وجل نعم الله يتساهلوا كثير من التائبين يهدم علينا الشيطان ويؤسس له بقوله من خلق الله ويأتي بشبهات وكيف الصبيل ويأتي بشبهات حتى يقول من خلق الله فإذا وصل إلى آله ينتهي وليقول آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله إليك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص توقف بالسرطان وكان سببه تعاطين فخام وشيدا هل يعتبر المتوفى تحسى سلما وقتل نفسه في سمن أصحاب النار وفي ذلك مباطعة يعتبر عاصيا اعتبر عاصيا ونرجو له الرحمة والمغفرة ما دام أنه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان بالله ورسوله فهو مؤمن مؤمن عاصي والله يغفر سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات ولا يعتبر ممن تحسى سما وقتل نفسه لأنه ما أراد هذا ما أراد هذا وإنما أوقعه الشيطان والهوى في المعصية ولم يتعمد قتل نفسه الذي يتحسى السم تعمد قتل نفسه أما هذا فلم يتعمد هذا الشيء لكنه وقع في المعاصي فهو مذنب وعاصي وهو تحت مغفرة الله ومشيئة الله نعم ومن لم يسلم ويؤمن هذا هو الذي يعذب والله لا يود العذاب لنا ولا يود العذاب لعباده بل يريد لهم الرحمة ويريد لهم المغفرة إلا إذا تمردوا على الله وعصوا ربهم سبحانه مستكبرين عن طاعته وعبادته فهم الذين جنوا على أنفسهم ولم يعملوا أسباب المغفرة والرحمة نعم أنت في بلاد المسلمين وفي دولة إسلامية فإذا أظهر أحد منهم أسبت عائشة أو أحدا من الصحابة فعليك أن تبلغ تبلغ المسؤولين تبلغ أولا مدير المدرسة لين أجل هذا وإلا تبلغ وزارة المعارف وتبلغ أيضا القضاة وتبلغ الهيئة رجال الهيئة من أجل أن يتعاون على كف هذا العدوان وهذا المنكر ويبعد هذا الضال للمضل لأن لا ينشر هذه الفكرة الخبيثة بين الطلاب ولا يجوز السكوت عليه أبدا ولا يكفي الرد عليه لا بد يتخذ معه الإجراء الصارم نعم الله إليك يقول إني شارك من أوراك عز وجل فما التتاق الذي تنقح مني بجراعة التركية نسي وعلاك أعلمك بالألحان والآرام والصور المحرم والعش أجل ذات الله أعلم أصيك بالإكثار من تلاوة كتاب الله فلا أبلغ ولا أحسن من كتاب الله سبحانه وتعالى فيه المواعظ فيه التذكير فيه الترغيب والترهيب فيه الأخبار الصادقة فعليك بالتلاوة كتاب الله وقراءة إلى حديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة كلام أهل العلم الكتب الصحيحة مثل رياض الصالحين للنووي ترغيب والترهيب للمنذرين هذه فيها خير كثير وعلم غزيب وفيها إرشادات لمن يريد الاستقامة وعليك أن تقرأ أيضا بسير الصالحين سير الصحابة سير الآئمة الصالحين إنها تعينك على الاقتداء بهم والسير على منهاجه نعم الله إليك يقول رجل مضى عليه أكثر من ثلاثين سنة وهو مفاجر عن مده التبارد على سبب إذ ولازال مستمع عمره حوالي ثمين سنة ولم يستمع لأي نصيحة ما هو مصيره لو ماشى على هذه الحال لذلك الله صيره يكون قاطعا للرحم وعليه الوعيد الشديد عليه الوعيد الشديد في قطيعة الرحم فعليه أن يبادر بالتوبة وعليه أن يصالح قريبته ويطلب منها المسامة والدنيا فانية يقطع الرحم بسبب طمع دنيوي الرزق بيد الله سبحانه وتعالى لا يسبب هذا القطيعة بسبب دنيا إذا ثبت كلامه ربما يكون هو المخطي لكن إذا ثبت كلامه وأنها ظلمته في شيء من ماله فعليه بالمسامحة والعبو قال الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين هذا مع الناس عموما فكيف بالقريب فعليك بالتسامح مع قريبتك والمصالحة معها واستدراك الأمر قبل أن تموت وأنت قاطع لرحمت نعم الله إليكم يقول أنا شاءت أن أدعو إلى الله كم أتابع ولا تنذي من الذنوب والمعاصي ما الله بلي عليم ويقول لي الشيطان كيف تدعو إلى الله وأنت تعمل الذنوب كما تنذيك نعم تتوب إلى الله من الذنوب تتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي لأنك تدعو إلى الله فلتكن قدوة حسنة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالدر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أن تحث الناس على التوبة فلماذا لا تتوب أنت الله يعلم من حالك ما أنت مصر عليه والناس لا يعلمون فعليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تترك الدعوة إلى الله إذا كان عندك علم استفيد منه الناس لا تترك الدعوة عليك بالأمرين التوبة إلى الله مع الاستمرار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول كيف يتوب من حطر على شهادة المدورة ولم يدرس ومع ذلك حطر على هذه الشهادة بالمعب هذا أجبنا عنه أول سؤال أنه قد ساء وأذم في تزويره وكذبه ولكن إذا قام بالوظيفة على الوجه المطلوب وأدى العمل على الوجه المطلوب فإنها تبرى ذمته من ناحية العمل وتبرى ذمته من ناحية الكذب بالتوبة إلى الله عز وجل والاستغذار نعم الله عليكم يقول ينصف بعض الأطفاء أن أراد ترك التدخين بالتدرج في ذلك فهل يصبح هذا أم لا بد أن يطلع عنه مرة واحدة يطلع عنه مرة واحدة لأنه ضرر محر وخبيث ولا حاجة إلى التدرج يتركه مرة واحدة ويعزم على ذلك ويعينه الله عز وجل نعم تحضر للفائدة وإذا كنت تقبر على الإرشاد والنصيحة للذين يصورون فإنك تنصحهم وتنكر عليهم لكن لا تنحرم من النصيحة والفائدة نعم الله بليك يقول ما واجده نحو من كان ممتزما ثم بدك عليه أعسار الوجوع والانتكاسة بدون جزازة الله أليك بنصيحته لأن يستمر على الاستقامة ويتوب إلى الله مما حصل منه لا يبطل عمله الماضي بالانتكاسة يبطل عمله وتعبه فعليك بمناصحته وإذا كان سبب وقوعه في المخالفة أنه يصاحب ناساً غير مستقيمين أو أنه يجلس مجالس فيها سوء أنه يتركها ويبتعد عنها يقطع الأسباب التي سببه له المعصر ويكهر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ويحافظ على الصلوات قال الله جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن أعظم الأسباب على ترك الفحشاء والمنكر محافظة على الصلوات الفراير وكذلك النوافل فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم هذا سيء يقول يا شيخ أنا لا أستيقظ لصلاة الفجر مع أني أصلي المكر قبل أن أنام وأوقف الساعة فماذا أحد ذات المنكر إذا كانت الساعة لا توقظك فعمد من يوقظك من أهل بيتك ومن حولك أو من جيرانك عمد من يوقظك وأيضا أخشانك تسهر ولا تنام إلا آخر الليل فعليك أن تبكر بالنوم من أجل أن تأخذ حظك من النوم وتقوم في آخر الليل تقوم لصلاة الفجر تبكر بالنوم فإن هذا من أعظم العون على القيام لصلاة الفجر مع العزيمة القوية والنية الصالقة أنك ستقوم وتسأل الله أن يوقظك وأن يعينك بها بهذه الأمور إن شاء الله ستستيقف الله إليك يقول سماحكم من يقول أنا أستمع إلى تناشيذ الإسلامية من أجل التوبة لأن فيها تأثيرا على الحلوب وجزاق الله لماذا لا تستمع للقرآن الذي يحث على التوبة لماذا لا تستمع لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتوب الله بالأناشيذ أين ذهب الاستفادة من القرآن والاستفادة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا اقطع إلى أن أشيد وأقبل على القرآن وأقبل على حاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كلام أهل العلم هذا هو السبيل إلى الاستقامة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى نعم الله عليك يقول أنا كنت لا أصلي والآن أصبحت أصلي فما ذا للزور لنكن لك بالمحافظة على الصلاة في المستقبل ويتوب الله عما حصل وفات التوبة تجب ما قبلها نعم الله عليكم يقول ما رأيك يا شيء من شخص يقول أنا أخاف أن تبت أن أرجع إلى ما كنت عليه في السابق لذات الله يعني يخشى أنه ما يستمر على التوبة لا يستمر على التوبة وهذا تخليل من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء فيترك هذه الوساوس فيتوب إلى الله ويعزم يستعين بالله عز وجل نعم الله عليكم يقول هل يحد لي بيع الأشدة في الجوال بالكاميرا أو تلفاز وأنا لا أدري عن مشتريها هل سيتخدمها في مباهرة أو لا لا تشتغل ببيع الجوالات التي فيها كاميرات ولا ببيع تلفاز ابتعد عن هذه الأمور تسلم دمتك من هذا نعم يقول سائل ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التبات رغى التوبة أسباب التي تؤدي إلى التبات أنك تعزم على التوبة عزيمة صادقة وأن تصاحب الصالحين تجالس الصالحين وأن تكثر من تلاوة القرآن والذكر والأوراد الصباحية والمساعية وأن تطلب العلم العلم النافع الأسباب كثيرة كثيرة ولله الحمد المحافظة على الصلاة هذه أعظم الأسباب محافظة على الصلاة مع الجماعة وهذا مما يقوي إيمانك ويقوي توبتك نعم صلى الله لكم هذه ساعة تقول إذا كان زوجي يتابع الأقلام خبيثة وحاولت على نسحه لا تن للأسف أحيانا أن أكون معا ويستخ هذه الأقلام ولا يسمح لي خروج فأضطر أن أكون عِلَّه فَبِمَا وَإِلَّا وَإِلَّا فَاطْلُ بِالْفِرَاط مِنْه نعم هذا يسأل عن كيفية التخلص من أساوة الشيطان في الصلاة استعاذ بالله من الشيطان في أول الصلاة وحضور القلب وأن تتذكر من أنت واقف بين يديك وهو الله سبحانه وتعالى فإذا تذكرت عظمة الله وأنك واقف بين يدي الله ذهب عنك الوساوة وأيضا لا تدخل في الصلاة وأنت مشوّش الفكر إما بأن تكون بحضرة طعام فتدخل في الصلاة ونفسك تشتهي هذا الطعام كذلك إذا كنت مشغولا بالحدث البولة والغائط فتخلص قبل أن تدخل في الصلاة وتوضع حتى تدخل في الصلاة وأنت مستعد لها اقطع الشواغل التي تشغلك وأنت في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا خلاتة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان البولة والغائط نعم صلى الله وليكم نقول ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله اليوم أكثر من سبعين مرة وسؤال يجب علينا متابعة فنستغفر الله بهذه الطريقة نعم نقفد بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير فأكثر من الاستغهار أكثر من الاستغهار والتوبة إلى الله سبحانه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله اليوم أكثر من مئة مرة وكان الصحابة يحصون له في المجلس الواحد أنه يقول استغفر الله أكثر من سبعين مرة والله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله يسوة حسن والرسول أكثر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نحن فعلينا ذنوب كثيرة فالاستغهار في حقنا آكد علينا أن نكثر من الاستغهار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا أحد يستغني عن التوبة والاستغهار رهما كان لأنك مقصر في حق الله لو صليت الليل والنهار وصمت الدهر وجاهدت وعملت كل الأعمال فأنت مقصر في حق الله تحتاج إلى الاستغهار عن هذا التقصير نعم الله عليكم نقول هذا تقصر مصاب بالعذف والإنسف كيف يدود رزاق الله أعيد بالله من السيطان الرجيم ويدكر ما توعد الله به المستدفرين فهذا إن شاء الله سيحمله على التواضع وعلى ترك الكبر نعم الله عليكم يقول أنا شاك المتزم وفي بعض الأوقات يحبين تكاسر وكل البلاء وما هي المسائل التي تبع تجنة لعمل الطاعة نعم لا تندفع مع الكسل لا تندفع مع الكسل تطاوع نفسك بل عليك بتعويض نفسك على الطاعة وعلى الحزم فإن النفس إذا عودتها اعتادك والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه يمهطم عود نفسك على الطاعة وروضها على ذكر الله وعلى طاعة الله تعتادها لو تتلذن به في المستقبل لا تطاوع نفسك الأمارة بالسوء لا تجالس أهل السوء لا تغفل عن ذكر الله عز وجل نعم الله بذلك يقول كثير من الجعال يكثر من إنكار المعاصي غلوما ولكنهم لا يتعاثر لإنكار البدع فهل هذا المنهج صحيح؟ ينكر البدع وينكر المعاصي لا يهتم بشيء ويترك شيء عليه إذا كان عنده مقدرة وعلم أن ينكر البدع أول شيء ثم بعدها المعاصي ولا يسكت عن شيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى نعم بسم الله بليكم مغيرة الشيء تلي الناس في هذا بلمان وقتنوا بحتم في الأسف احتفاظ والمضاربة فمنهم من تورع ومنهم من خاضبها ومنهم من تربت فتارة تورع وفتارة يكون بناء على فتاوى الجوائز أو فتاوى التحييم فما تنجيه سماحة الشيء ولذاته الله لا شك لا شك أن طلب الرزق والاكتساب أمر مطلوب ولكن يكون هذا بالطرق المشروعة والمباهة ولا يكون بالطرق المحرمة والمجهولة يكون بالغرر والجهالة والمخاطرات التي لا يدري عنها لا يضع قاس ماله إلا في شيء يعرفه ويخيط به أما أنه يدفعه في أشياء لا يعرفها ولا يدري عنها ويغامر مع الناس بدون بصيرة فهذا هو الذي يوقع الناس دعنا من الفتاوى ودعنا من أقوال من قال انظروا إلى الواقع انظروا إلى الواقع والسعيد من وعظ بغيره انظروا ما لا حصل لمن غامروا ودخلوا في هذه المساهمات ماذا حصل لهم من النكسات ومن هلاك الأموال وما ركبهم من الديون وما خسروه الواجب أننا ننظر في هذه الأمور ونمسك أموالنا نتصرب فيها نحن ولا نعطيها لغيرنا ممن لا نعرفه ولا نفق به علينا أن نمسك أموالنا وأن نتصرف فيها نحن ألا بصيرة وعلى طريق سليم لا بأس أن تدفع المال مضاربة لشخص تفق به أو في شركة تعرف نظامها وتعرف عملها لا بأس بلاه أما أن تدفعها في لجة بحر لا تدري ما مآله ومن يتصرف فيه وكيف التصرف لما لا يتصرفون يبيعون ويشترون أو يرابون أو غير ذلك أو يقامرون أو ما أسباب ذلك هذا لا تدفع فيه الشيء الذي لا تعرفه لا تدفع فيه إن كنت تريد السلامة نعم أحسى الله بكم يقول الثالث لماذا يصرف على الممتدع التوبة كما يتره أكثر ودماء شباك مضاربة لأنه يرى أنه على حق الممتدع قل أن يتوب لأنه يرى أنه على حق والشيطان أيضا يؤذ ويزين له البدع لخلاف العاصي فإنه يعرف أنه مخدر العاصي يعرف أنه مخدر فلذلك يتوب إلى الله أما الممتدع فيرى أنه على صواب فلذلك لا يتوب إلى الله نعم صلى الله عليكم يقول ما نصحتكم لمن تريد تركي صلاة الحجر فلا يصنيها إلا بعل طلوع الشمس حتى طار آية عندنا لا تصح هذا ما أصلى الذي يستمر على أنه ما يصلي إلا بعد طلوع السمس هذا ما أصلى هذا تارك للصلاة فعليه التوبة إلى الله قبل الممات ويبادر بالتوبة ويحافظ على على الصلوات الخمس والفجر بالذات لأنها ينام عنها بعض الناس مستكاسلون فعليه أن يتدارك نفسه قبل أن يموت وهو على هذه الحالة مضيّر للصلاة أما تعمل تأخيرها إلى أن يخرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولا تصح نعم الله عليكم يقول ما حكم سماء المسيقى ومشاهدة للنساء التلفاز بحجة أنهما تكون جائما بين البرامج الإثبارية وغيرها 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 لا تستمع إلى المسيقى ولا تنظر إلى النساء التلفاز ويدك إغلاقه إذا جاءت المسيقى أو جاءت النساء فعليك بإغلاقه والتماس البرامج النزيهة التي ليس فيها هذه المنفرات نعم الله عليكم يقول إذا تاب صاحب الفدعة أن يجب عليهم أن يبين ما كان عليهم الفدعة ويجب الأعلى إذا كانت فدعته انتشرت عند الناس فعليها أن يبين أنه تراجع عنها لأن لا يغتر بها أحد من الناس أما إذا كانت فدعته ما انتشرت ولا عرفت هو يتوب بما بينه وبين الله سبحانه وتعالى عليك نعم يقول بالسائل من شروع التربة العزم على اللا يعود فهل معنى ذلك أنه إذا عاد أنه يجب حقا لأن الشرق يصدر بقوله العزم ولم يظلم التربة لا هو قد يعزم على اللا يعود لكن يغلبه الشيطان نفسه لا ما ربسته فيعود فلا يقنق من رحمة الله يعيد التوبة يتوب إلى الله ولا ييأس لأنه وإن كان عازما على أن لا يعود فقد يغلبه الهواء والنفس الشيطان فيطع في المعصية لكن باب التوبة مفتوح وباب جد التوبة والله يقبل التوبة ممن تات نعم الله إذا كانت المجالس نزيهة فلا تنعزل عنه خلق مع الناس الطيبين أحضر مجالسا خصوصا للأقارب وأهل البيت اجلس معهم واستأنس بهم وأنسهم هذا من من الصلة ومن إذهاب الانفراج والوحدة فإن الشيطان يتسلط على المنفرد والمنعزل عن الناس فلا تنعزل إلا عن أهل الشر أهل الشر نعزل عنه أما أهل الكير والذين ليس عندهم منكرات فاجلس معهم وهذا أحسن من الانفراج إلا إذا كنت منشغلا بطلب العلم أو بفراءة أو لنص شيء من الكتب تنفرد من أجل هذا ولا بأس بذلك لأن هذا عذر واضح نعم يقول هذا سائل يقول بعض الناس أن أقضي الغرام فيقيام شخص خدمت سيارة بدد التعويل لهم أنه حرام ويقول إن الغرام حرام فما رزنا عليهم وأجلهم رمض التعويل على هذا ويأخذ من أخذ هذا كلام ليس بصحيح إذا صدم سيارت وتغتب على هذا أنه نقصها وأنه تحتاج إلى إسلاح وأخذت غرامة من أجل النقص الذي حصل في سيارتك فهذا حق لك إلا إن سمحت به إن أخذته فولك وإن سمحت به فلا بس أما أخذ الغرامة الزائدة عن الحق هذا هو الحرام أن تأخذ أكثر من حقك هذا هو الحرام هذا سابق يقول هناك في هذه الأيام يجب في وسائل الجلال ويبتد لهم مجال في الغارة وفورة السمية دعوة الشيطة الحمد بن الضغار فلنظر بي مضط على إن أرداء المنمين وغل نأتهم إذا لم نضط عليهم هذا ليس بغريب شوهوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تكلموا في الرسول تكلموا في الإسلام عموما وأرادوا أن يموعوا الإسلام ويجعلوهم الديانات الأخرى الكافرة لا فرق عندهم هذا ما يريدون أليس بغريب أنهم يتناولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهم تناولوا الإسلام بوجه عام تناولوا الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف نستغرب أنهم يتناولون عالماً من علماء المسلمين وإماماً من أئمة المسلمين هذا فرق من باطلهم ومن اعتراضهم على دين الله سبحانه وعلى أهل الدين لا نستغرب هذا منهم ولكن الحمد لله هم لا يضرون إلا أنفسهم والإسلام بخير والدعاة إلى الله بخير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نرجو له الخير ولن ينقصوه ولن يضروه بل إنما يضرون أنفسهم وليدون أن يكفئوا نور الله بأفواه والله متم نوره ولو كره الكافرون فإنما يضرون أنفسهم ولا يضر الله شيئاً نعم نعم عليك بالبر بها والإحسان إليها ولو أساءت إليك وأعتقد أو أظن أنها تقس عليك بسبب تصرفاتك أحسن تصرفاتك معها ولا قفها ولن معها فهي أحلم منك وأرحم منك بك فعليك أن تحسن إليها وتستسمح منها وتلاطفها بالكلاف فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة فالرب ارحمهما كما ربياني صغيراً نعم هذا سأل من يقول يقول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما من هدقاً من أسفنه وكيف تتول الاستقامة سبب الانتفاة الآية في تفسيرها قولاً لأهم العلم وأن لو استقاموا على الطريقة هي الطريقة الصحيحة والإيمان لسقاهم الله المطار وإنما يحرمهم المطار بسبب ذنوب هذا قول قول الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة يعني طريقة الكهر فالسياق الكفار لو استقاموا على طريقة الكهر فإن الله يستدرجهم الله سبحانه يستدرجهم ويسقيهم المطر وهم على كفرهم من باب الاستدراج لهم حتى يزيدوا من الذنوب يزيدوا إثمهم والعياب من الله نعم إذا كان البيت له وهو القائم عليه فإنه يطهره من المنكرات لأن له سلطة عليه وأما إذا كان البيت لغيره وإنما يسكن مع أهله وهم على منكرات وهو يستطيع أنه يخرج ويسكن في بيت آخر ويجب عليه ذلك يجب عليه أن ينعزل عنهم في بيت آخر نعم صلى الله عليه وسلم يقول أنا أستمع في الأغاني وكلما حاولت أن أتوم أرجع وأستمر مرة الضفرار فهل أدخل في قولي تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني ما تستطيع ترك الأغاني لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني ما يسعك إلا الأغاني هذا كلام باطل الأغاني محرمة وأنت تصبر عنها إذا أردت أنك تصبر عنها ليست من الضروريات وإنما هي من المحرمات فابتعد عنها وتب إلى الله واترك عنك وساوس الشيطان والمعوّقات نعم الله عليكم يقول أنا عامل أجنبي وتركت شغلي مع شركة أولى ثم عملت مع شركة أخرى بدون نظر انتخالها والآن طاحب الشركة الأولى أسلم دوازي عند الدوازات وأنا لا أريد أن أرجع إلى بلدي لأنها بلد كفر فهل علي إذن للبقيت لأني أخاف على ديني هذه مسألة نظامية لأن العمال لهم نظام فأنت تمشي على نظام العمال وتأتي بطريقة صحيحة نظامية ولا يعارضك أحد أما أن تبقى بدون نظام فهذا يعرّضك للمسؤولية والإبعاد فعليك أن تبادل بتعديل وضعك عند المسؤولين وعند الذين يملكون النظر في المستقدمين عليك أن تبادل بذلك وإذا تيسر لك واسقة صالحة من أهل الخير والسطول التي يعجلون وضعك مع المسؤولين هذا شيء طيب المهم لا تبقى مكتفياً ومخالفاً للنظام بل اعمل على إجالة معارضة للنظام ومن يتق الله يجعل له مخلجاً ويرزقه من حيث لا يحتسر ونرجو الله أن يثبتنا وإياك أنت تقول إن في مسلم وإن بلادك بلاد كهر تخشى من الفتنة إذا رجعت هناك الله سيعينك إن شاء الله لكن ابدل الأسباب ولا تسكت على هذا الوضع فلتسعى في تعديل الله يجب أن يقول لو مات العاشي وفي نيته أن يتوب أهل تقبل شوبته ماتت في النية لا بد من التوبة بالفعل فإذا كان نوى أن يتوب ومات قبل أن يتمكن من العمل فهو على نيته أما إذا تمكن من العمل وتكاسر حتى مات فهذا لا تبثني لأنه هو المفرق نعم الله يجب أن يقول هل يحكم أن يستمع إلى الأناسي في مصطوبة الدفر لا ناشيب لا يجوز الاستماع إليها ولو كانت مجردة من الدفر فإذا كان معها دفر هذا منفر آخر عليك أن تبتعد عنه الناس باليوبها لا ناشيب باليوبها لا ناشيب لن يجابها لنا إنما أتابها لنا الحزبيون أو الصوفيين علينا أن نتركها ونبتعد عنها نعم الله يجب أن هذه المتازة أغرب طاحبتها في الصور الفاتنة وذتنت فيها ثم آل لي الأمر إلى أن وقعت في فواحش ثم ماتت من مرض بزو بلادها فكيف تتوب علما إن طاحبتها رفضت أن تسامحها بأيام الأخيرة هذه تحمل تثما عظيما وتسببت في وقوع هذه المرأة في المعصية حتى ماتت عليها إذن عظيم لكن عليها التوبة إلى الله عز وجل وتسأل ربها أن يعفو عنها ويسامحها وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى لا كلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله تصلح حالها وتتوب إلى الله وتستغفر تندم وتتصدق عن هذه المرأة وتستغفر لها وتدعو لها نعم لا يجوز للمدرس أن يأخذ هدية من الطلاب لأن هذه رشوة لأنه مسؤول عن هذا الطالب يصحح له جوابه يضع له الدرجة ويكتب ما يلجمه نحوه من حسن السيرة والسلوك وغير ذلك فلا يجوز له أن يأخذ الهدايا من الطلاب لأن هذا من الرشوة نعم سالله لذلك نقول كثير من النساء لا تذكي الفلي فماذا يجب عليهم إذا علمنا بلا أجهد الفلي الذي يلبس ليس عليه ذكاة واجبة عند جمهور أهل العلم الذي يلبس ويعجل الناس ليس فيه ذكاة واجبة عند جمهور أهل العلم لكن إن أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فهذا راجع إليها نعم أحمد الله إليكم يقول وارد لا يعلم ويطلق مني مصروفا وأنا أعطيه بقدر استطاعة ولكنه لا يرضى بالذي أعطيه علما بأني أعلم وعلم يقين بأنه أو بأن المبالغ التي أعطيه إياها لا يصرفها في الدقان وغير أنهم خضمات فماذا يجب أن أعطيه حقه واجب عليه إذا كان ليس له دخل فإنك تنفق عليه على حسب مقدرتك وتنصحه عن استعمال الدقان وتقول له أنا لا أسمح لك بهذا المال أن تصرفه في الدقان فإن صرفته فهو على ذمتك وأنت المسؤول عنه وأنا منه بريد فتخوفه بالله وتنصحه نعم صلى الله عليه وسلم يقول ما هي علامات صدف التوبة إصلاح العمل علامات صدف التوبة إصلاح العمل وترك الغنوب والمعاصم نعم صلى الله عليه وسلم يقول أنا مخيم من مملكة العربية السعودية وأنا مع عائلتي ولكني بعيد عن والدتي ووالدي أكثر من عسى السنوات ولي اتصال يومي مع والدتي وهي راضية عني فهل آدم في الغياب هذا ما دمت غائبا لطلب الرزق وأنت تتصل بها وهي راضية عنك أليس عليك إثم في هذا نعم يقول ساء المالية كفار غيبة العلماء والمسائر وهل غيبةهم أعظم من غيبة غيرهم نعم غيبة العلماء أعظم من غيبة غيرهم لأنهم يحملون العلم ويرشدون الناس ويفتون الناس ويقضون بين الناس ويقومون في أمور الدين فلماذا تختابهم ولماذا تتنقصهم واجب العكس أنك تثني عليهم وأن تدعو لهم وأن تقتدي بهم وإذا وقع منك شيء من هذا فعليك المبادرة بالتوبة من اغتياب أهل العلم عليك بالمبادرة بالتوبة ترك هذا العمل السيء وإذا كان الذي تختابه معين فلابد أن تطرم منه المسامحة إذا كان معين أما إذا كان غير معين وأنت تدم أهل العلم عموما وأهل الخير عموما فهذا ما فيه إلا التوبة إلى الله وطرق هذا الشيء والدعى للعلماء والاستغفار لهم نعم صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشاب أو هذا الشاب يريد أن يذهب إلى الجهاد الآن ويقول لأهل أنه وسلساغوا إلى مكة فهل يأثنوا بعجب اتجالهم منهم نعم أول شيء الجهاد وين هو الجهاد السرعي ومن الذي يتولى تحت أي قيادة تحت أي راية الجهاد المما يكون تحت راية ولي أمر المسلمين إذا أمر به وجند الجنود فإن الذي يريد الجهاد يتقدم إلى هذا الجند وهذه السرية التي نظمها ولي أمر المسلمين أما فوضى ولا تدري من هو الذي يقود الجهاد فهذه من الفوضى هذه ناحية الناحية الثانية إذا كان والدات يمنعاني من هذا إذا ذهبت فأنت عقل لوالدك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يستأذنه في الجهاد قال له صلى الله عليه وسلم أحي والدات قال نعم قال ففيه ما فجاهد فيه ما فجاهد فعات الوالدين مقدمة نعم الله يليسي يقول معالي الشيخ ماذا يقعل من تضيع عليه وظيفته صلاة الجماعة يومية محاصة من صلاة الله لا تضيع الوظيفة ما تضيع إلا الناس موظفين يصلون والحمد لله يصلون مع المسلمين مع الجماعة ولا تضيع عليهم وظائف من صلاة الجماعة وإذا قدر أن صاحب العمل يمنعك من صلاة الجماعة فليس له الحق صاحب العمل ليس له الحق في منع الصلاة مع الجماعة لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى فلا يصلح من أصحاب الأعمال أن يمنعوا العمال من أداء الصلوات أو المدير في الدائرة أن يمنع الموظفين من الصلاة فإن أراد منعهم فلا يطيعوه نراد منعهم فلا يطيعوه في هذا نعم الله عليكم يقول كثر التبرد في هذا الزمن بإسم الموضع ونرد من فضيلتكم نصيحة لهؤلاء المساء على نساء المسلمين بنات المسلمين عليهم تقوى تقوى الله سبحانه وتعالى تقوى الانتزام بالتجاب والستر والعفاف وعدم التبرج فإن التبرج وهو إظهار كزي في الأسواق عند الخروج تبرج في الثياب سجينة وتبرج بالطيب ولا تبرج بالسفور ولا بمحرما على المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تلزم الحجاب وأن تتستر عند خروجها ولا تنظر إلى المسكونات التي قال عنهن الرسول صلى الله عليه وسلم إنهن مائلات مميلات وعوثهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح وهن كاسيات عاريات فعلى المسلمة تتقي الله وأن تحذر من هذه الأموك وعلى ولي أمر المرأة أن يتلزمها بلانه ويراقبها الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعضهم وأنفسكم وآليكم نام كثر الآن من النساء من يخرجن إلى الحفلات وإلى الاستراحات وبيوت الأفراح وهن كاشفات لأبدانهم كاشفة لصدرها كاشفة لظهرها كاشفة لعضديها ودراعيها كاشفة لساقيها لابسة لباسا لا يستف فعلى النساء المسلمين أن يتقين الله عز وجل وأن ينقذن أنفسهن من هذه الورطة الخطيرة يتقين الله وعلى أولياء أمورا نساء يراقبهن ويمنعهن من هذا التصرّف السيء نعم نقسم بهذا السؤال وقول السائل هل صحيحا أني إذا كنت توبة نصوحة تبدل السيئات أخنات لا تبقى أي سيئة ماضي هل في قول الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقفلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات وحسنات وكان الله وغور الرحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر